وانتقل الآن إلى مدينة الخليل ومعنا من منزل الأسرة المحررة رقية عمر في مدينة دورة مرسل غد رائد الشريف رائد أهلا بك وبلغ تبركاتنا لرقية الآن هي حرة ونتمنى ذلك إن شاء الله ربي فك أسر بقية الأسرة الفلسطينيين المظلومين في سجون الاحتلال ضعنا في تفاصيل بهجة ربما وفرحة هؤلاء المحررين لغاية الآن أولا لابد من الإشارة سيهام بالنسبة لحديثك قبل قليل أن هؤلاء الأسرة المحررين سواء من الفتية من الأطفال من الأشبال من النسوة يعلمون تماما مدى تضامن العرب معهم بشكل واضح وهنا الشعوب العربية عندما تتحدثين أنت كمذيعة عربية وتقول بلغ سلامي وكذلك التبركات والتهاني لهذه الأسرة المحررة فبكل تأكيد هذه الرسالة وقعها كبير على الفلسطينيين وتحديدا على الأسيرات المحررات على أي حال نحن في مدينة دورة جنوب الخليل هذه المدينة التي تعدل أكبر في الخليل ربما والتي اقتحمت بخلال الفترة الماضية والاحتلال اعتقل مجموعة من السيدات ومن الرجال ومن الأطفال رقية عمر أسيرة فلسطينية اعتقلت قبل 35 يوما في 26 شهر أكتوبر أي بعد تقريبا 20 يوما من معركة طوفان الأقصى وحاولت المخابرات الإسرائيلية توجيه عديد التهم لها لسيما الانتماء لحركة حماس وما شابه ذلك ولكن في نهاية الأمر كانت محكمة الاحتلال يعني تود تحويلها إلى الاعتقال الإداري أي لا توجد تهمة في ملفها رقية عمر هي الطالبة دراسات عليا في جامعة الخليل وبالتالي هي ناشطة فلسطينية على مستوى المحافظة هنا وطالبة يعني تعرف ما لها وما عليها بخصوص حتى الحديث عن قطاع غزة وعن الضفة الغربية اليوم كل من يكتب على مواقع التواصل الاجتماعي هو متهم عند مخابرات الاحتلال الإسرائيلي وهذا واضح تماما من خلال تهديدات الاحتلال للفلسطينيات على وجه الخصوص سأحاول الحديث الآن مع رقية عمر الأسيرة المحررة التي اعتقلت قبل خمسة وثلاثين يوما في البداية رقية يعني الزملاء يرسلون لك التحية والتهاني والتبركات من الستوديو بمناسبة تحررك فرحانة وبعرف أن الفرحة منقوصة شو بتحكي الآن؟ بداية بشكر جميع الزملاء شكر لكل المتضامنين من الشعب الفلسطيني للشعوب العربية والمسلمين المتضامنين مع هذه القضية لكن كما قلت الفرحة منقوصة بسبب دماء الشهداء التي تالت حقيقة أنه نحن طلعنا وفي قلوبنا غصة يعني رحم الله شهداء غزة وإن شاء الله أن يشافي جرحاهم ويعيد لغزة عمارها وأمجازها كيف كانت ظروف اعتقالك؟ اعتقال الأسيرات الفلسطينيات؟ يعني هناك أخبار صعبة جدا حقيقة استمعنا لها من خلالكم تبدأ ظروف الاعتقال من اللحظة الأولى اللي بيتواجدوا فيها في أمام المنزل أو أي أن كان بيبدأ التحقيق الميداني بطريقة صعبة جدا من توجيه الإهانات الشتائم الصراخ فيما بعد طوال الطريق بيكون إما تلقى في أرض الناقلة أو يتم توجيه أيضا الإهانات والسب والشتم في المعتقل عوفر ما كان فيه أي تعاون سواء مع المريض أو الصحيح ثم في توقيف الشارون كانت الظروف سيئة جدا الاعتداء على الفتيات التفتيش العاري وشبه العاري الضرب كذلك منع البطانيات اللي هي أصلا من أساس الدفء منع الأدوية منع حتى الغذاء في أول يومين يعني بعض الفتيات لم يأكلوا شيء وحتى أنهم في بعض الأيام قطعوا الماء عن الغرف بتأكدي أنه الوضع الآن صعب داخل سجون الاحتلال تحديدا عند الأسيرة جدا صعب يعني سواء عند الأسيرات أو عند الأسرة حسب ما سمعنا ولكن التضييقات اللي أنا يعني خليني أحكي بأتكلم عنها هي تضييقات أنا شهدتها بأم عيناي طيب رقية أنت كنت في الدمون أود بنكي فقط التأكد من معلومات تم نشرها أمس بأن الاحتلال الإسرائيلي أحضر ما لا يقل عن عشر أسيرات من قطاع غزة تحديدا من شمال قطاع غزة هل شهدت بأم عينك فعلا الأسيرات الفلسطينيات اللواتي تم اقتيادهن من غزة؟ أنا شهدت الدفعة الأولى منهن كانت أربع أسيرات شهدت هاي المرحلة وكانت مرحلة صعبة سواء المنظر اللي كانوا فيه كان منظر يدم القلب حقيقة تحكي لي كيف؟ إيش يعني يدم القلب؟ تم نزع حجاب هؤلاء الفتيات اكتشفنا أنه هن كان المحجبات تم نزع الجلابيبهن والزي الشرعي عندهن الباسهن لباس أسرى الحرب لباس كان عبارة عن قميص وبنطال نقلهن لغرفة تشبه غرفة العزني أفرغوا الغرفة من كل شيء أدخلوهم مع صوبات العينين بالعادي يعني يتركوا الأسيرة على باب القسم وتدخل إلى غرفتها أحضروهن للغرفة فرغوا الغرفة من كل الظروف المعيشية سواء من طعام من ملابس من حتى احتياجات الفتيات أفرغوها جميعا ثم أدخلوا الفتيات هؤلاء كلهم كانوا مربطين ببعض وأدخلوهم مع صوبات العينين إلى داخل الغرفة وأغلقوا عليهم طبعا في هاي اللحظات كان القسم كله مغلق حتى على الخليا اللي هي مسؤولة إنها تساعد هؤلاء الفتيات كانت أيضا في هذه اللحظة مغلق عليها يعني كأنهم وضعوهم في غرفة عزل لكن داخل القسم فيما بعد يعني في اليوم التالي منعوا حتى إنه هؤلاء الفتيات يخرجوا بفقرة الفورة كانت أحيان بعض الغرف تخرج مع بعضها حتى لو ثلث ساعة ما حاولتوا تتواصلوا معهم أبدا من خلال الغرف الشبابيك تنادوا عليهم كانوا حاولوا إنهم يعني يقدموا للشبابيك الغرف بعضهم يعني تكلمنا معه ولكن الوقت كان قليل جدا كانوا يظلهم موجودين في قفص القسم يراقبوا إنهم بيروحوا على الحمام وبعدها أقل من خمس دقائق فقط يعني كانوا يعني يدوب إنهم يوقفوا على شباك الغرفة نسمع منهم كمان مرة كم عددهم أنت اللي شفتيهم قديش أنا اللي شفتهم أربعة ولكن البنات نفسهم الأربعة دول لما تكلمنا معهم حكوا إنه هما كان معهم كمان ستة وبالتوقيف ما عرفنا بأي توقيف البعض حكى إنه بتوقيف الشارون والبعض حكى إنه ممكن في عسقلان يعني إحنا ما بنعرف وين ولكن حكوا في ستة نعم بعد تحررك اليوم إيش بتحكي للمقاومة الفلسطينية ولغزة خاصة وأنكم خرجتم في صفقة يعني التبادلية ما بين الاحتلال الإسرائيلي والمقاومة الفلسطينية بارك الله بهذه السواعد اللي جعلتنا نعيش هاي الفرحة يعني من رحم التضييقات اللي شفناها ومن بعد المعاناة حقيقة الفرحة كانت لا تسعنا إلا أنه يعني قلوبنا كانت مع أهلين الشهداء في غزة خصوصا أنه لما طلعنا تفاجأنا بحجم الشهداء إحنا ما كان وصلنا هذا العدد وهذا الكم لكن لما اسمعنا بالأخبار والمجازر اللي حصرت وأنه عدد الشهداء تعدى عشرة الألاف حقيقة صدمنا بهذا الموضوع وكان يعني قاسي علينا فنسأل الله أنه يعني يرحم شهداء غزة ويشفي جرحاهم رقية يعني تؤكدين لا خطوط حمراء عند الاحتلال الإسرائيلي معاملة النسوة كما الرجال بل والاعتداء عليهم بشكل واضح والتعمد إهانة النساء الفلسطينيات أليس كذلك؟ نعم صحيح يعني لا خطوط حمراء في هذا الاعتقال وأيضا يعني أحد الضباط أخبر أحد الفتيات أنه أنتم أسرى حرب لا خطوط حمراء معكم يعني قالها بصريحة العبارة أنه يعني ما في رحمة في هذا الاعتقال لن يكون هناك رحمة نعم وكذلك هناك تهديدات أخرى يعني ربما سأتحدث عنها بعض قليل مرة أخرى شكرا وحمد لله على السلام بشكل سريع عبد الرحمن والد رقية حمد لله على السلامة كيف وضعك الآن ورقية عندك؟ والله الحمد لله رب العالمين نحمد الله سبحانه وتعالى نحمد الله سبحانه وتعالى على أن من علينا بالفرج عن بناتنا الأسيرات وعن أشبالنا الأسرة طبعا أولا وآخرا نحمد الله سبحانه وتعالى على نعمة المقاومة هذه النعمة العظيمة التي تتمثل فيها آخر معاقل الشرف في هذه الأمة هي وأحرار الأمة الإسلامية معها والأمة العربية طبعا شعورنا الآن شعور لا شك أنه شعور مريح شعور يبعث على السرور والارتياح يبعث على الثقة والاطمئنان للنهج السليم الذي تنتهجه مقاومتنا الحكيمة في غزة وأسلوبها في إدارة معركتها ومعركتنا حتى التحرير بإذن الله سبحانه وتعالى ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يمكن لهم وأن يرزقهم النصر عن قريب إن شاء الله وأن نعانقهم في ساحات الأقصى بإذن الله شكرا جزيلا سهام فقط بشكل سريع ستحول إلى الناشط السياسي الدكتور محمد عمر وهو عم رقية بعجالة أراد الاحتلال ربما من خلال هذه الاعتقالات وتحديدا النسوة وما تعرضنا له من تهديدات أن يوصل رسالة للشعب الفلسطيني هل استطاع ردع أبناء الشعب الفلسطيني؟ أنا أحب أن أوجه كلمي لهذا الاحتلال ليست المشكلة في وجودي على أرضي وفي وطني المشكلة الحقيقية في وجودك أنت على أرضي وفي وطني فمهما حاول الاحتلال من قتل ومن تشريد ومن إرهاب لن يمحو حقنا الثابت ولن يثني هذا الشعب الفلسطيني عن ممارسة حقه في الدفاع عن نفسه وعن وطنه وعن مقدساته نقطة أخرى أنا أوجه كلمي بسيطة لأنني أشعر بالخجل الشديد أمام عظمة دماء شهداء غزة غزة المحاصرة من الصديق والعدو تلملم جراحها وتقدم آلاف الأرواح وعشرات آلاف الضحايا من أجل تحرير نسائنا من معتقلات صهيون ونحن في الضفة الغربية كان المفروض أن نقوم نحن بمساندة غزة اليوم غزة الجريحة هي التي تقوم بإسعافنا ومساندتنا بذلك الكلمة للمقاومة وكذلك لرجال غزة والفلسطينيين هناك وكذلك التضحيات شهدائها والجرحة شكرا جزيلا لك دكتور الناشط السياسي محمد عمر رقية وبالتالي الوقت لم يصعفني شكرا جزيلا وحمد الله على السلامة سيهام فقط نقطة أخيرة قبل العودة إليك هناك شهادات صادمة من خلال أسيرات فلسطينيات إحدى الأسيرات وهي من الخليل ناشطة صحفية كاتبة صحفية تم تهديدها بالاغتصاب من قبل ضبط مخابرات وقال لها هناك قرابة عشرين جندي يقفون الآن وهم معي وبالتالي سأحرق أولادك في الخليل وسأقتل لن يشفي غليلي إلا خمسين ألف طفل في قطاع غزة ربما بعد قليل الأسيرة ستصل إلى مسقط رأسها في الخليل وهي في طريقها من رمالة إلى المدينة سنحاول أن نحاورها وأن نكون معها وبالتالي هناك شهادات قاسية نسمعها من حرائر فلسطين وبالتالي من الفتيات اللواتي تم أسرهن بعد السابع من أكتوبر أشكرك جزيل شكر رائد شريف مرسلنا كنت معنا من منزل الأسيرة المحررة الرقية عمر في مدينة دورة في الخليل شكرا جزيلا لك شكرا جزيلا لك ترجمة نانسي قنقر